نأتي بعدها أبنائي إلى عنصر آخر مهم اللي هو التمثيل البياني للدوال يعني مرات يعطيني رسم تعدال لأفرق اللي يستنتج منه رسم تعدال لأرش هذا الأمر أولاً راني شارحه في الإصدار الثاني في جدول ها هو هنا جدول مشروح بالتفصيل مع الشروحات ها هي قدامكم لاحظوا والذي وننتبه مليح مليح أن نشرحه هنا في جدول تفهموه إن شاء الله عشرة على عشرة وهذا الأمر يجينا في الاختبارات ويجي كذلك في البكالورية في الأسئلة الأخيرة قال CF وCH تمثيلان بيانيان للدلتين F و H على الترتيب يعني CF تعدال لأف وCH تعدال لأش في معلم OEG وكعدد كيف هو حقيقي غير معدود مع مراعاة مجموعة تعريف كل من الدل لأف و الدل لأش تبعوا معيان أولادي مليح مليح مرات خفاجينا السؤال يقول لك مثلا استنتج رسم C-H انطلاقا من C-F راح ينهضر هنا على واحد الجدول نحب أولادي وبناتي يتبعوا مليح ويحاولوا يعمروا هذا الجدول ويحافظوا وش فيه الداخل ننطرقوا الآن أولادي بالحالة الأولى لما يعطينا H لX تساوينا F لX زائد K يعني عبارة H لX بدلت F لX لاحظوا رسم كيف يتم نقول استنتاج C-H انطلاقا من C-F لاحظوا معي C-H هو صورة C-F بانسحاب شعاعه V مركبته هو صفر وK لاحظوا معنا فالدوء بالأمثلة مثلا ها هو منحنات دلت F وهو C-F وعطونا احنا يبدلت تعلم كتبه H لX تساوينا F لX زائد K نحب أولادي ما تنتابوش الأجزاء بدو بش شوية تفهموا معايا مثلا يعطونا هنا يعطونا زائد واحد يصبحنا C-H C-H ما هو صورة C-F بانسحاب شعاعه V وشي المركبته هو صفر والعدد اللي مده هنا هنا يعني كيف تتم العملية نجو هنا يا ها هي ونا صفر واحد نجو صفر واحد ها هي ونا صفر واحد نجي لهذا المنحنة الأزرق ونقوم بعملية انسحاب له ولدي يعني يطلع يصبحنا هنا ها كذا بتتعلم الفكرة ها هو لكم المنحنة التاعي كيف يصبح ها هوين ذاك شعال انسحاب هذا هو شعال انسحاب V يعني المنحنة هذا اللي رأي باللون الأزرق شدرت له قمت بانسحاب يعني جريته نحو الأعلى بشعال بالوحدة واحد هذه رقم واحد اذا نقول CH هو صورة CF بانسحاب شعاعه V صفر والعدد اللي يعطوهنا هنا يعني نجروه للعقبة نسحبوه للعقبة للفك هذه واحدة نجو الآن ولدي للثانية لما يعطونا H لX تساوينا F لX زائد B اللي B هنا لداخل لاحظوا معايا CH صورة CF بانسحاب شعاعه شوفوا معايا ناقص B وصفر بالأمثلة كلش بالأمثلة بتتعلموا معايا لاحظوا معايا إذا عطونا H لX تساوينا F لX ناقص واحد إصبحتنا CH صورة CF بانسحاب شعاعه V هذا شوفوا وين العدم العدم لنا عنده واحد ناقص B إذا كانت هنا ناقص واحد ترجع لنا واحد صفر ناقص B وصفر إذن واحد صفر كيف هي أستاذ ها هو وين المنحنان تعنا CF شوفوا لدي انجروه بواحد صفر يعني منذ البلاس انجر هك هذا هو الشعاع V ويصبح لي المنحنان تعي شوفوا معايا مليح يصبح لي هذا هو المنحنان تعي هذا هو سي أش هذا اللي نرسمه بالأحمر هو سي أش نجو المنحنان تعي جريته هكذا بشعال الوحدة واحد فقط هذه رقم الثنين نجو الآن إلى رقم الثلاثة لما آش لإكس تساوينا F لإكس زائد بزايدك يعني هذا وهذا سي أش صورة سي أف بإنسحاب شعاعه لما هذا ناقص بي وكا ناقص بي وكا هاي لكم مثال أستاذ كما كنا آش لإكس تساوينا F لإكس ناقص واحد زائد واحد إصبحنا سي أش صورة سي أف بإنسحاب الذي شعاعه هذا ويني نعدم هذا واحد وهذا ردو كيمارة واحد ما معناه شوفوا معايا دائما نرجع ها هو هنا المنحنة الأصلي التاعي نجي مننا نتحول لبواحد ومننا بواحد يعني مننا بواحد ومن بواحد جي محصيل التاعي في ذا المكان أنا يا ولدي ها هو هنا الشععذي هذا هو الشععذي ونجي الآن نقوم برسم المنحنة نتعي ها هو هنا المنحنة ها كذا نجره بواحد وها كsee نطلع بواحد اتحلي هنا يا ولدي شوفوا وحد هكذا وواحد هكذا جي المحصيل التاعي هنا صحي هذه هذه رقم ثلاثة انسحاب 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 تذركوا الروحوا للحالة الرابعة الحالة الرابعة ما نصدفوهاش ياسر لكن مبارا نجعلكم أولادي آش لإكس تزويننا لوندا في أف لإكس مع لوندا عدد حقيقي غير مهدد شوش تيصر هنا تصروا حد الحاجة غريبة شوية أنه نضرب تراتيب نقط سي آف في العدد لوندا للحصول على سي آش فسر يا أستاذ نجو مثلا هاي لكم مثلا الروحول الدالة مربع الروحول الدالة مربع هذا لما نجو نرسموها صورة الواحد هي واحد صورة صفر هي صفر هكذا صورة اثنين واحدة زوج ثلاثة أربعة صورة اثنين هي أربعة هكذا ومن كذلك صورة نقص نين هي أربعة أروحوا تشوفوا نوريكم شلوني قاصد وشلوني قاصدين في هذه الحالة يعني منحنا تعدد لها مربع مثلي جينا هك مثلا ركزوا يعني نحكي على هذه الحالة من هاللي يعطيني آش لإكس مثلا تساوينا تعطينا واحد مثلا على ثنين في آف لإكس يعني الدلة أثنين ضربوها في عدد اشتقل هو نضرب تراتيب النقط سي أف في العدد لوندن احنا مثلا عنا صفر ركزوا معايا بلكن تشوفوا اشترا حيسر اضربوا صفر صفر كينا ضربوه في نص يقعد صفر الواحد كينا ضربوه في النص يولينا نص شوفوا معايا هناك ركزوا معايا هاي إكس مربع عاوضوا بالواحد واحد ولما نضربها في واحد على ثين ترجع لي واحد على ثنين يعني صورة الواحد ترجع واحد على ثنين اضربو وتشوف صورة الاثنين تضربوه هنا الثنين ترجع لنا ربعة تضربوها في واحد على ثين ركزوا ركزوا قيم هذا وقسمهم دايما على ثنين تقول لي صورت الثنين هي واش؟ هي ثنين صورت الثنين هي ثنين صورت النقص ثنين هي ثنين يعني شوفوا المنحنة اشترح يسرالوا شوفوا المنحنة والي ادي اشترح يسرالوا بارك بتفهموا اللغز شوفوا المنحنة كان هك يزيد يعراض هك أما إلى العدد هذا مثلا قلنا آش لإكس بس لكم كلش آش لإكس يساوينا ثنين في آف لإكس شوش تا يسرم؟ كان هك المنحنة يصبح هك يعني يصبح هك هكذا الداير شوفوا يزيد يضياج هكذا أنا الصور زيد تكبر بزال هنا الصور صغير وهنا الصور تكبر أما إلى جاذة سالب أولا ينعكس تنقلب كامل المنحنة لأننا حكينا الدلة لما تكون مكتوبة من هذا الشكل لوندا آف لإكس قلنا إذا كان هذا لوندا موجب تبقى محافظة على اتجاه التغير إلا كان هذا سالب قلنا تتغير اتجاه التغير إلا كانت من الزيدات صبح متناقصة مع المنحنة التعيص أصبح لي هكذا باش تعلموا الأفكار هاته بالرغم هذي نقولوا ما صدفوهاش بزاف لكن راهي مبار نجعليكم نروحوا الآن إلى الحالة الخامسة الحالة الخامسة لو تركزوا معايا آش لإكس تسوينا ناقص أف لإكس يعني راي كيما هذي إلا أنه لوندا يسوي ناقص واحد شتو كيفة لوندا تعينا ناقص واحد لاحظوا سي آش ناظير سي أف بالنسبة إلى محور الفواسل خالك لما قلوا دل نرسمو ها إلا كان ندينا المعلم بتاع ندينا هذا المثال برك ونحنيت بزافة نديت المثال بسيط برك بها تتقدروا تتعلموا به ولادي هذا مثلا هو سي أف إلا كان آش آش لإكس تسوينا ناقص أف لإكس اسمعوا وش اللي يقول سي أش ناظير سي أف بالنسبة إلى محور الفواسل معناه الذي خالك لما قلوا دل أنه المنحنان تعي هذا يجي هاكذا هذا هو سي أش ناظير سي أف بالنسبة إلى محور الفواسل هذا ممكن هذا ممكن صح نروحوا الآن للحالة السادسة العكس آش ناظير سي أف بالنسبة لمحور التراتيب يعني هذا الأمر بسيط تحفظه مرة خلاص ها ها المنحنة مثلا دير هاكذا مثلا درخ ندو حاجة وحدة أخر ندو المنحنة تعي دير هاكذا قال هو أش ناظير سي أف بالنسبة لمحور التراتيب يعني هذا الجزء أولادي هذا شوفوا كيفه يصبح ناظير سي أف هو هذا وهذا الجزء نرسم لكم سي أش ها هو هذا هو الأحمر نرسم بالنسبة إلى محور الترتيب هذا واش تنقص مثال وحد أخر ها هو لكم باش نحوص نوضح لولا دي كلش لكن مثلا الدلة التعيدة إلى هكذا مثلا ديرا ديرا ها كذا ها هو لكم لاحظوا معي ذلك النظير التعو بالنسبة إلى محور الترتيب كيف يصبح شوف هذا النظير التعو يصبح ها هذا شوفوا معي بتعلموا أننا نحاوسوا دايما دير الأمثلة اللي شيء صعب هذا ها كذا وهذا يصبح ها كذا شوفوا لدي شوفوا هذا ها هو النظير التعو وهذا ها هو النظير التعو دي حطوا يديكم ها كتسبوا باللي هذا وهذا متقابلين وهذا وهذا متقابلين هذه هي النظير بالنسبة إلى محور الترتيب حطت هنا اللي كان من رجعو من واللي كان من رجعو من هذه هي بها تتعلموا الفكرة صح نروحوا الآن إلى الحالة السابعة آش لإكس تساوينا ناقص آف لنقص إكس ناقص بره ونقص الداخل هذا هو السهل شوفوا سي آش نظير سي أف بالنسبة إلى المبدأ أو يعني ها هوينا دركوا تشوفوا نشوفوا كيف مثلا ندو ندو مثلا منحنة صح نحبكم تركزوا معي ندو هذا المنحنة هكذا مثلا ندو هذا المنحنة دركوا تشوفوا لدي كيف شرح التم العملي إذن نتابع جيدا نحاول ندو هذه الأمثلة البسيطة ما ما تعقدت لكم إذا قلنا سي أف هذا قلنا آش لإكس تسوينا ناقص آف لناقص إكس أنه سي أف نظير سي أف بالنسبة إلى المبدأ هل يكون هذا هو سي أف ها هنا المبدأ أو لدي هيا ذكروا نظرو كلش نظيرة هذه بالنسبة إلى أو هي هذه ونظيرة هذه بالنسبة إلى أو شوفوا بالنسبة إلى أو صبحنا هي هذه شوفوا هذه نظيرة هذه بالنسبة إلى أو وهذه نظيرة تحة هي هذه نقدر ندي نقطة واحدة أخرى هذه نظيرة تحة هذه يعني المنحنة انتعي مثلا راح يجينا هاكذا أولا دي ركزوا بالعقل هاكذا يجي ها هو هنا سي أش شوفوا تشوفوا هذا الأحمر والأزرق رحمة ناظري بالنسبة لما للأو هذه ناظرة تحادي هذه ناظرة تحادي هي ذي ونرسم منحنة انتعي هذا سي أف و سي أش رحمة ناظري بالنسبة إلى المبدأ أو صاحيته نروح الآن أولا دي إلي للمثال الثامن يجيب زافة الاختبارات خاصة في الباكالوريا هذا السؤال مثلا دائما باللولة يقول لك بيين أن الدلاء اش زوجية ثم استنتج رسم لاحظوا معي اش لكس تسوينا ف للقيمة المطلقة لكس قد دائما هذا السؤال يقول لك بيين أن اش زوجية نقول سي اش شوفوا هنا معي جزئين نحن نعلم أن القيمة المطلقة تع X في الرياضيات إما تساوي إنا X إذا كان X التحى مجب والقيمة المطلقة لX تساوي إنا ناقص X إذا كان X التحى سالب سمهنا كذلك أن الدل LH هذه رح تكتب بعبارتين إما تكتب F لX كما قادر هذه LH لX تساوي إنا F لنقص X صحة ما احترام جمعة التعريف هذه لا جيدة فيها تعدل لLF والدل LH هذه لا جيدة صاحا دركها قال C-H ينطبق على C-F لما X يكون موجب و C-H نظير C-F بالنسبة لمحور التلاتب لما X يكون سابق دركوا نفهموا لدي بالرسم لأن كل شيء ترسموه يتوضح أفضل صاحا مثلا نجو نرسموه هكذا نرسموه المنحنان تعيدير هك ها وين أولادي إلا سمينا هذا C-F وشرا قاصد هنا كيفية ترسم المنحنة نحبوه لدي لأن هذا المثال شيع بزاف هذا وهذا من الأمثلة الشيعين بزاف شوفوه وش قال قال C-H ينطبق على C-F لما X يكون موجب يعني لما X تعي يكون من يصبح هذا هذا في هذا الجزء هو C-H هذا ينرسم فيه بالأحمر هذا هو C-H قال والجزء الثاني C-H نظير C-F بالنسبة لمحور التراتيب لما يكون X سالب كيف ها جمع تبعوا معنا هذا الجزء هذا الجزء هذا الجزء مننا نعود للنظرو ها كذا هنعود C-H نظير C-F بالنسبة لمحور التراتيب لما يكون X تعي سالب يعني هذا الجزء هو C-H الجزء اللي تحصلنا عليه نعود وننظروه بالنسبة يعني ها هو نرسم C-H خلال الكلام مقلة ودل هذا هو رسم C-H البارتي مننا منصف الروح ونحافظ عليه ونبعد هو ولادي نعود ننظروه بالنسبة إلى محور التراتيب هذا هو شعر هذا هو اللي كنت نشاهد خلال الكلام ما قال لدي المنا ينطابق عليه ونبعد اللي تحصلنا عليه ننظروه بالنسبة إلى محور التراتيب نجو الآن لدي إلى الحالة التاسعة الحالة التاسعة قال لما تكون H لإكس تسوينا القيمة المطلقة لأفل إكس يعني شوفوا معايا يعني دلدنا لها كامل القيمة المطلقة خارجا ونحن نعلم أن القيمة المطلقة في الرياضيات قيمة المطلقة دائما شيء موجب ما معنى دائما شيء موجب معنى بين باللي C-H هذا C-H يقع فوق محور الفواصل أسمعوا كيف نبدو بالأمثلة بتعلموا دي كلش إلا كانت دينا المنحنان تعيد إلى هكذا هذا هو المنحنان تعيد دال لأش دال لأف شوفوا معايا ونقرأ نظرك التعريف وتشوفوه شتراحي السلام C-H ينطبق على C-F لما أفل إكس موجب مشي لما إكس لما أفل إكس ما معنى معنى هالجزء العلوي ينطبق على بعضه البعض هذا هو المقصود هذا الجزء اللي فوق محور الفواصل نطبقوه أسمعوا C-H نظير C-F بالنسبة لمحور الفواصل لما أفل إكس تكون سالبة ما فهمت يا أستاذ معنى هذا الجزء السفلي أنه أضربه النسبة إلى محور التارات الفواصل هذا يعني يضرب خير الكلام ما قال له ودل هذا هو منحنة دلقش منحنة دلقش اللي كان الفوق يبقى الفوق واللي كان التحت يطلع الفوق يسمى منحنة دلقش وهذا هذا هو منحنة دلقش يا أستاذ صحة قلنا حاجة معلش صحة ولدي لو كان يعطينا العبارة تساوي ناقص القيمة المطلقة لأف 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 يعطينا العكس نتعذي قولوا لك شرحوا هذي كما رأي هكذا نستعرض بيكم آش لأكس ساوي ناقص قيمة مطلقة لأف 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 قولوا لي كيف هجر رسم تاع ونحن نبدأ لأش صحة خليها كمتو الشاطين خلوا ليفتعلها لك نروحوا الآن إلى الحالة العاشرة الحالة العاشرة آش لأكس يساوي لأف لناقص القيمة المطلقة لأكس شوفوا هنا القيمة المطلقة وحدة ونعطونا ناقص بالأمثلة زيدوا التعلم ها هو هنا مثلا المنحن انتاعي شوفوا معايا منحن انتاعي مثلا ها كذا ها كذا ها كذا ها كذا رجال منحن انتاعي هذا هو سي أف أولا قيمة مطلقة كما تعرفوا أخبركم إما تبدي إكس أو لا ناقص إكس معنا معنا لو كان نجي هنا ونكتب آش لأكس لو كان نكتبوها بالصيغة هذه تصبح لأف لنقص إكس هذه لما يكون إكس موجب ولو كان نكتبوها بالصيغة هذه هذه تجيب ناقص وهذا ناقص صبح لأش لأكس يساوي إنا آف لأكس لما يكون الإكس سالب صح أنا بدنا نفع شوف كين نحية رمز القيمة مطلقة مرة تعطيني آف لنقص إكس وكين نحو ثان تعطيني آف لأكس نحو هذه القيمة المطلقة وعوضوا في براست هذا تخرج لكم ذي نحو القيمة المطلقة وعوضوا هذا تخرج لكم ذي شوف اشتراها صار سي آش ينطبق على سي آف لما الإكس يكون سالب هاو كيكون الإكس سالب شوف آف لإكس تساوي آش لإكس يعني لما يكون إكس سالب يعني من ورجع لهذا الجهة ينطبق عليه هذه واحدة هاو ينطبق وسي آش نظير سي آف بالنسبة إلى محور التراتيب لما إكس يكون موجب كيف يا أستاذ معناها هذا ولادي هذا الجزء هذا النظر هاكذا سم المنحان الكل اللي ينتحصل عليه هذا هو سي آش شوفوا معاه نعود هذا هو سي آش من ينطبق عليه هاو لكم لما يكون إكس سالب معناها ينطبق عليه والجزء هذا النظر نحط من تصبح ليه هذا هادي ونحن ندل لأش برافو نخلي لكم ثانا وحد آخر وخلي وليه التعليق وكان يعطينا آش لإكس سلونا القيمة المطلقة لآف للقيمة المطلقة لإكس قيمة مطلقة بره قيمة مطلقة الداخل ونعيد لكم هنا في هذا الكتاب الإصدار هذا في هذا في هذا السؤال وفي كذلك آش لإكس سلونا ناقص آف لإكس خلهم ليفتع لكولادي هي سهلة إلا فهمت هذا ستفهم نخرين بكل أرياحية